السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب المغربي والسعدادات المنتخب المغربي كأس افريقيا كأس افريقيا بطبيعة الحال ما باقلوش مدة كبيرة بطبيعة الحال الان لا قلتكم ان كأس افريقيا باقلو بالضبط 56 ساعة و 58 دقيقة بضبط برشين طالق اذا مشي مدة كبيرة ليه يومين بطبيعة الحال يومين وطرق كأس افريقيا اللي امام لعنى ترقيا ب13 ينار حنا ب13 ينار كما قلت قبلة 56 ساعة و 58 دقيقة وحد المدة ليست بالكثيرة باشي طرق كأس افريقيا وليما على الساعة الرابعة مساء كينا مقابلة ودية بالمنتخب الوطني المغربي ومنتخب سيلاريون مقابلة اللي منتخب المغربي المقابلة ما كان درشا ما هتكونش منخوله بتاتا ايضا منتخب المغربي طبعا تحال انو هيدخل بوحد تشكيلة ممكن يكون فيها بعد التغييرات بطبيعة الحال انو ممكن غالب سيسمي شاركش لعب الشباب السعودي ممكن امين عدلي لعب بايا اللي بركوزي المزراوي جياش في الشك ولكن ممكن يشارك جياش انو سمعت انو اصابة يمكن طفيفة اذا تشكيلة للمنتخب الوطني المغربي اللي كاشوفه انا تقدر تكون فيها المواجهة امام المنتخب سيلاريوني على الشكل الثاني بدأوا بمونير المحمدي حارس فرق الوحدة السعودي حارس اللي هو متمرس كيلعب الدوري السعودي احنا عارفين انو السعودي عد شاركو كأس اسيا اللي عاين تلقي يوم 12 فبراير يوم 12 ينير لغادا الجمعة بطبيعة الحال اذا شي حاجة اللي انو مزيانا مونير المحمدي انو الدوري السعودي عا يوقف اذا ما كين وعين تلقي حسان 15 فبراير من عا يكون تسالة كأس افريقي على تسالة اذا شيء منتز جدا لمونير المحمدي انو انو يلعب كأس افريقي لا خاطره بطبيعة الحال وخول حال سراق الجوج ممكن يلعف هاد مقابلة السيلاريون هو الكأساسي بطبيعة الحال اا مش يونخط دفاع ممكن بدأوا بيونس عبد الحاميد لعب البطولة الفرنسية احنا كنعرفوا الدوري الفرنسي سيساء نحن ممكن هاد الاسبوعاته اذا يونس عبد الحاميد كان ضلن وخاك كل مكانه ديارو مضمونة فارق كان ضل رمز اللي كيلعب فيه اا لانه من ركائز ديار الفارق اللاعب الاساسيين لا تناقش عند لعب يونس عبد الحاميد في البطولة الفرنسية وخاوه كان ضلن في السن السادسة والثلاثون ولكن باقي قادر قادر على العطاء بطبيعة الحال لان الان السن مبقاش يتقارن بطبيعة الحال احنا كنشوفوا الان كريستيانو روندو فارق النصر كريستيانو روندو بطبيعة الحال رأوا باقي له غير شهره اقل من شهره عاكمل تسعود وثلاثين سنة واباقي في العطاء الكبير بطبيعة الحال بشو عن اللاعب شادي رياد لاعب الريال بيتيز الاسباني اللي كيلعب الدوري اسباني فارق بيتيز اه بدور الدوري اسباني اصلا كي تتلعب وعاية تتلعب هاد نهاية الاسبوع بطبيعة الحال واذا شادي رياد اللي كيبقى وحد الاسم اللي هو كبير داخل المنتخب الوطني المغربي اسم صراحة الناموداجي داخل اهل منتخب مغربي في المستقبل حاليا كان عايتور قراجي مروح دايف لائحات مارس دي كانو عنا جوج مقابلة ويدي الام على البرازيل ولا البيروال كي ما كانش لعب بساسا اللاعب شادي رياد بطبيعة الحال عام شيون الظاهر ايمن اللي هو اللاعب الشيبي لعب بيراميز الميصري لعب اللي بعد اصابة عن اللود بطبيعة الحال السند عايتور القراجي تشجد به بطبيعة الحال باشي يطلع معا كأس افريقيا اللي اهم لان اصابة ايوب عن اللود من امناعته انه يلعب بطبيعي يطلع معا كأس افريقيا وطلع الشيبي في المكان دياله بطبيعة الحال لا شي ده لا ولا نقاش في ديالك الشيبي كي تتعتبر على التاني من الافضل اظهر الايمن صراحة اللي كاين اذا الشيبي من العناصر المهمة داخل ممكن يكون داخل مجموعة المنتخب المغربي وممكن اليوم يعطي للرقراجي الفرصة ديره امام منتخب سيلاريون باش يأكد بطبيعة الحال مشيو عند اللاعب يحيى عاطية الله اه لثمانية وشي سنة اصلا مزراوي مع اه اه بدون اي اتنوطات شك ما يكون شاد لقاء سيلاريون وكذلك ما يشاركش لقاء طانزانيا يوم الاربعاء المقبل على الساعة السادسة مساء لقاء اللي كان متاضره بطبيعة الحال بفارغ الصبر لقاء المغرب وطانزانيا اللقاء اللي هيكون في استادية العشية لقاء كبير صراحة بين المنتخب الوطني المغربي ومنتخب سيلاريون لقاء كبير صراحة بين المجموعتين للمنتخب الوطني المغربي والمنتخب سيلاريون لقاء جد قوي داخل المنتخب الوطني المغربي لقاء كبير صراحة بين هالجوج منتخبات سامتي وعند اللعب خط وسط المعيد اللعب أوسامل عزوزي لعب بولونير إيطالي والله ناصر اللي ممكن يعطي الفرصة دير ورجك راقي فهذا لقاء دي السيلاريون ممكن يعطي الفرصة بطبيعة الحالة جيدة للنقاشة في ذلك اللعب اللي عنده تنين وعشرين سنة وكنا شوفنا في اللقاء أمام ليبيريا بمدينة أغاذر لقاء اللي قلنا أنا ذا قمت صنع في فلسة الإصابات لأسف أهدف أمين عدلي أمين حارس أيوب الكعبي وشوفنا كنا أسامل عزوزي لأدى بشكل كبير صراحة وكما يمكنش قرار اللعب في اللقاء ليبيريا مشوا عند لعب بلا الخنوز اللي عنده فقط تسعتاشر سنة وشارك معنا في كأس العالم اللي فات في قطار وشارك معنا في كأس إفريقيا قل من ثلاثة وعشرين سنة إذا بدك يراكم وحد تجريبة كبيرة صراحة اللعب بلا الخنوز اللي هو صراحة إن شاء الله يكون عنده مستقبل كبير في مجال كرة القادم وعنده حلم أنه لعب في الريال مادريد مناسبة للريال مادريد شاهدنا دقي اللقاء الكبير للريال الباريحة أمام ثلاثيكم مادريد في السعودية وانتصال عارض ريال مادريد بحصة خمسة أهداف مقابل ثلاثة نتيجة جد إيجابية بطبيعة الحالة وانتصال عارض ريال مادريد كنتظن دخلوا الأشورط إذا فيه بعد ساعة والتلاثة لتلاثة بشيون وسط الأخلي هو سمعان السيبر اللي هو أمام السيبر اللي هو انصر اللي كلاعب في المنتخب الأولمبيا بطبيعة الحال وانتصال عارض ريال مادريد كنتظن الساعة هادية ثالث أو رابع مرة بطبيعة الحال للمنتخب الأول اللي ليش معنى أنه كان عايطلاع حتى كان عيطلع حتى الموندير وما طلعش بطبيعة الحال اه الاصابة اللي كانت منعاته انه يطلع على الموندير بطبيعة حالع بيس بي اند هوبن احنا كان عارفو الانطلاقة القوية لاند هوبن معاشوفوه فاد اه بعد توقف بطبيعة الحال مشو عند حكي بزياش لعب قلطة صاري الترك اللي عنده اصابة فيفا ممكن يتغلب عليه وليعب ليوم كاساسي بطبيعة الحال تلقع سيلاريون اللي عند تقالق في الساعة الرابعة مساء من النوحة ثلاثة ديال سوائع وثنين وخمسين دقيقة فقط عند تقالق هاد اللقاء ديال المغرب وسيلاريون في اللقاء قوي صراحة اه اللقاء جميل جدا ان المغربي لعب اللقاء قبل حوالي اسبوع لين اسبوع اللقاء دياله الاول امام المنتخب التانزاني المنتخب التانزاني كان عارفوهم زي اللعبنا معي يوم واحد وعيشين في حداش اذا قل من الشهرين باش لعبنا معي في تانزاني انيس ونتصنا عليه بجوجل اصابة ليس اهدف تحاكي بزيج وهدف تشجلو على المرمضة يعني ممكن الان سوفيان بوفال يدخل ويعطيه تيقاف هاد المواجهة بطبعه على الاقل يرجع تنافسيه شي شوية لانك هنعرفو سوفيان بوفال ما عندهش تنافسيه اللي هي كبيرة وكبيرة بزاف لا جدالة ولا نقاشة في ذلك ما عندهش واحد تنافسيه اللي هي كبيرة صراحة سوفيان بوفال ممكن هاد المرش يلعبه كامل بطبعه الحال باش يرجع شيئا ما من التنافسيه الشي جامل جدا صراحة مش نقوله متافقين على هاد النقطه هاد باش يرجع تنافسيه دياله اللاعب السوفيان بوفال اللي كيبقى اسم كبير من الركائز ديال المنتخب الوطني المغربي لاعب صراحة ما عنده تنافسيه وهيدا كو خطروا وديد الجراقي انه يطلع معه بطبيعة الحال تاريخ تيسو دالي لعب بطولة برجيكية اليوم العناصر المهمة داخل المنتخب الوطني المغربي بلاعب كبير صراحة من العناصر الكبيرة داخل المجموعة ديال المنتخب الوطني المغربي بالتاريخ تيسو دالي لكانت اصابة بوحدة وثانية اللي حرماته انه يشارك معنا بطبيعة الحال في المنظير القطر اللي فات كان صراحة التاريخ تيسو دالي عفيدنا كثير كثير مشارك مشاركة ديره في المنظير ولكن للأسف ما ما شاركش الاصابة بطبيعة الحال من عاد وانه يشارك بطبيعة الحال اعطي لك اين شكرا للمشاهدة لكم من هذا الفيديو الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله